ينضم إلينا من مدينة الموصل القديمة مراسل أخبار الآن ويسام يوسف ويسام أهلا بك معنا إذن تطورات المعارك داخل مدينة الموصل القديمة مع استخدام القوات الأمنية العلاقية للتكتيك الأمنية الجديدة نعم بما يخص معركة الموصل القديمة هناك تقدم وهناك معارك في محيط الجامع المعارك هي بالقرب من الجامع قبل قليل الجامع من خلفي قبل قليل كانت هناك أعمدة كثيفة من الدخان تغطي على مكان الجامع الآن خفت وطيرة الاشتباكات قليلا في هذا المكان اللي هو من غرب الجامع تحديدا كان هناك تقدم للقوات العراقية وكان هناك قصف كثيف وصوت اشتباكات كثيفة في هذا المكان خفت وطيرتها الآن كذلك إلى الغرب المكان الذي نحن متواجدون فيه الآن حي الآبار تم تحديد حي الآبار بالكامل الذي هو غرب الجامع النوري وغرب الموصل القديمة قطعات قوات مكافحة الإرهاب حرارته بالكامل هذا ما يعني أن هناك تزامن في التقدم على منطقة الموصل القديمة ومنطقة الجامع ما بين قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع من جهة وما بين قوات مكافحة الإرهاب من الجهة الأخرى وسام القوات الأمنية العراقية بدأت باستخدام التكتيك الجديد نود التركيز على هذا أنه استهداف داعش تحديدا لتفادي وقوع إصابات بالمدنيين أو ضحايا من المدنيين بالتأكيد هناك قوات خاصة تشارك في هذا التقدم وفي هذا الهجوم في محيط جامع النوري قوات مدربة خاصة لهذه المعركة معركة الموصل القديمة لخصوصية هذه المنطقة كونها منطقة مزدحمة بالسكان داعش يتخذ من المدنيين دوره عن بشرية منطقة ذات أزقة ضيقة فهناك نوعية خاصة من الاشتباكات سوف تتم في هذه المنطقة اشتباكات قريبة ما بين مقاتلي داعش المتحصنين بين المنازل وما بين القوات العراقية التي سوف تتقدم في عمق هذه المنطقة الاشتباكات القريبة تفرض عليها نوع خاص من طبعا صوت اشتباكات كثيفة الآن خلفي تتطلب طريقة خاصة في القتال وطريقة خاصة في الأسلحة المستخدمة قطعات الجيش العراقية لن تتمكن من استخدام الأسلحة الثقيلة هناك أسلحة خفيفة فقط الرشاش هو الذي سوف يستعمل وخاص من الهوانات صغيرة للحجم التي تستهدف مسافات قليلة أمتار عديدة هذه التي سوف يتم استخدامها في هذا المكان التحدي الذي سوف يواجه القوات نعم أذرني عن المقاطعة هل ما تزال القوات الأمنية العراقية تحاول فتح ممرات آمنة لمحاولة إخراج آلاف المدنين العالقين داخل مدينة الموصل القديمة التي كما نعلم يتخذهم داعش دروع بشرية نعم بالتأكيد بالتأكيد القوات العراقية وفي لقاءاتنا الكثيرة مع الضباط هنا هم يركزون على المعابر الآمنة تركيزا أكبر من تحرير الأرض أو من تحرير منطقة معينة هم يحاولون إخراج السكان عبر ممر آمن يتم السيطرة عليه من قبلهم من قبل قناصة القوات العراقية يسيطرون بشكل كامل على شارع معين يعتبروه ممر ستراتيجي يمر في منتصف المنطقة التي هم يحاولون الدخول إليها قبل الدخول إليها لكي يسهلون خروج المدنيين من هذا المكان هو لا يتم إعلان أين هو المعبر الآمن الذي تختار القوات العراقية ولكن المدنيين الذين في داخل المنطقة هم يعرفون من خلال تواجد وتكثيف الضربات لعناصر داعش والقناصين في هذا المكان يعرفون من خلال هذا الموضوع أن هذا يعتبر ممر آمن بإمكانهم سلوكه وسيتم المحافظة عليهم في حال سلوكهم هذا الطريق كذلك طيران الجيش يحاول مراقبة هذه المعابر التي تسبق هذه عملية اختيار المعابر وتأمينها يسبق عملية الدخول إلى حي معين أو إلى منطقة معينة بأيام عديدة لكي يحاول الجيش إخراج القدر الأكبر من المدنيين من المنطقة التي ينوي الدخول إليها أو التي تقدم إليها كما يحدث هذه الأيام في منطقة الموصل القديمة ويسام ما أعلان القوات الأمنية العراقية عن التكتيك الجديد التي ستتبع داخل مدينة الموصل القديمة هل من سقف زمني معين وضعات القوات الأمنية العراقية لإنهاء المعارك والقضاء على داعش داخل المدينة؟ نعم فيما يخص موعد زمني بكل صراحة يتحدث الضباط العراقيون هنا وأفراد الجيش أنه ليس لديهم سقف زمني معين الذي يهمهم هو إخراج المدنيين والمحافظة على المدنيين مهما طالت المعركة ليس لديهم سقف زمني معين هم يتوقعون معركة طويلة الأمد إلى نوع ما لأنه سيكون التقدم بشكل بطيء طيران الجيش باعتقاده حسب اعتقاده لا يشارك في هذه العملية وسوف يكون من الصعب عليه أن يشارك في عملية الموصل القديمة سوف تكون عملية برية بحتة هذا يعني أنها ستكون عملية طويلة نوعا ما إذا تكلمنا عن حجم المنطقة منطقة الموصل القديمة ليست منطقة صغيرة هي ما يقارب تقريبا خمسة كيلومتر مربع مزدحمة بالناس والمدنيين مزدحمة بالمنازل مكتظة بالسكان بالفعل نعم ولهذا هم يتوقعون معركة طويلة هم لا يتحدثون عن الفترة الزمنية التي سوف يحتاجونها بكل تأكيد هم يتحدثون عن موضوع أنه تخليص الأهالي والمحافظة على الأهالي المدنيين الساكنين في هذه المنطقة ومن ثم تحريرها هذا هو همهم حسب الكلام الذي يتناقل فيما بينهم وعندما نسألهم عن هذا الموضوع نعم ويسام على العموم شكرا جزيلا لك حتى ساعة مراسلنا من الموصل القديمة ويسام يوسف وطبعا سنكون معك دائما لمعرفة آخر التطورات حول المعارك الأمنية داخل مدينة الموصل اشتركوا في القناة